عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء التفاصيل في التقرير التالي استهل سمو رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم أسماء آيات التهاني وتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير والسمو ولي العهد حافظهم الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سئل المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ثم أحاط وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تدعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح المجلس علما بآخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عالميا حتى تاريخه من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية كما أحط المجلس علما بإجمال أعداد حالات الإصابات والوفيات والشفاء في دولة الكويت حيث تلاحظ ازدياد حالات المخالطة وقيد التقص الوبائي كما تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تدعيات انتشار الفيروس وقرر مجلس الوزراء الآتي تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها تكليف كل من وزارة الصحة، وزارة الإعلام، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتواجد على مدار الأربعة وعشرين ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلاع المستوردة تكليف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود ثلاثة ألاف غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء والمقرر لهم حجز مؤسسي بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامها لأغراض طبية واستجابة للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والإسراع باتخاذ الخطوات الممكنة لتخفيف الأعباء على المواطنين ناقش مجلس الوزراء طلب وزارة المالية أن نظر في إمكانية تأجيل تحصيل الأقصاد الشهرية المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين والصندوق الأسرة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأسوة بالإجراء الذي قام به اتحاد المصارف للقروض الاستهلاكية وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء مذكرة فريق العمل القانوني لدراسة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المتضمن الرأي القانوني في هذا الشأن وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجيل تحصيل الأقصاد الشهرية المستحقة على عملاء الصندوقين لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر إبريل 2020 وتكريف وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الشأن كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان قيادة تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية تجديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر من تاريخ 23 من إبريل 2020 استمررا للتجاوب مع الدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة في هذا الشأن وأوضح المجلس بأن هذا القرار بإبعاده السياسية والإنسانية يعكس التزاما بالمناشدات الأممية وإدراكا لجسامة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم وسعيا لتجنيب أبناء الشعب اليمني تبعات ما يمر به من أوضاع صحية صعبة جراء تفشي وباء كورونا وأعرب المجلس عن أمله في أن تتجاوب جماعة الحوث مع هذه المبادرة النبيلة لتشكل فرصة وأساسا لاستئناف المفاوضات السياسية وصولا إلى الحل السياسي المنشود في اليمن وفق المرجعيات ذات الصلة وبرعاية مبروث الأمين العام لليمن السيد مارتين جريفث موسيقى